ولازم علي هذا الفيديو على فكرة حاولت أنه أمسحه من تليفونه لكن هو يهددني بي أهلاً واضح كلوديا حنة أغرب موقف صار ويايا مع المعجبين يعني هي هوايا مواقف الصراحة صارت ويايا غريبة لكن أغرب موقف أنه في وحدة هي وزوجها فأجدتي تخطبني زوجها كنت بأحد الحفلات بشرم الشيخ فأشوف وحدة طول الوقت تقولي أنا أريدك في موضوع أريدك في موضوع وجهبت لي هدية وكذا هذا أغرب موقف عد علي والغريب بالموضوع مو أنه ما كانت مسحة كانت حقيقة وهي اللي مختارتني أنه أنا أكون ضرة ليها المعجبين يكون عندهم مواقف يعني كوميدية همينا مرة خلصت حفلة أحد ينطيني الكاميرا فيقولي أنه نتصور فأنا توقعت أنه هو منطيني تليفون دا أتصور معه فقال لي لا أنت تصوريني أنا وزوجتي فأكت لا أنا اللي أصورك قال لي إيليا من أشوف الصورة أقول هذي كلوديا حنة اللي صورتنا هذي همينا من المواقف الطريفة يعني اللي صارت لي إيه أكتر حاجة مقنونة عملتها في حياتي هو شنو أكثر شي عاقل أنا سويته بحياتي كلها تقريبا اللي سويته كان بمس من الجنون يعني لكن الجنون اللطيف أنا أحب هذا الشي سويت سكايدايفينج وسويت ريالة الغوص لكن جتي حتى أخذ اللايسنز لازم يكون يعني بها غطس والغطسها رقم 12 لازم تكون بالليل الساعة ب12 ونخطص على عمق معين في البحر فرحت للبحر وبلشت أنزل بعدين حسيت أنه أنا ما قدرت راجعت مباشرة أنه بصراحة ما قدرت خفت أكثر موقف كوميدي صار وياي بتصوير في آخر تصوير مسلسل اللي في العراق كنت في شخص معنا على المونيتر دائما يعمل بنا مقالب اللي صار أنه أنا مسقت صالي زمان وشبه ما أسوق نهائياً فعندي مشهد وكل الكرو موجود ويانا داخل السيارة فأنا أسوق وأوقف أسوق وأوقف أسحب بريك وأدوس بريك أدوس بريك فأنا جدا أقول فكل الكرو قلق وخايف قلت لهم أنتم مو مشكلة المهم اللي على المونيتر هذا الشخص مو موجود ويانا فهم كلهم بوحكوا فأنا لفيت لقيته أورادي هو وراء ودي يصورني داي يسوي بي المقلب يعني أنا أورادي مدي يصورني لاهب بالموضوع ولازم علي هذا الفيديو على فكرة حاولت أنه أمسحه من تليفونه لكن هو يهددني بي شكراً واضح